مثلا نور لجميع إن شاء الله تكونوا بألف خير بألف صحة جيدة شو نخبلنا ستة وعشرين الشهر لجميع الأبراج ومن هو مولود غدا مولودة السرطان واسع المخيلة بإمكانه أن يحقق الكثير من أحلامه وأهدافه محب للسيطرة بارد العواطف يتصرف حسب بصيرته أما من الصفات السلبية التي يعاني منها هذا المولود فهي الأنينية التملك وحب المناورة صعب عليه الوقوع في الحب والتلاحم مع الشريك لا يعرف الفصل بين التلاحم العاطفي والحب في الحب يتفق مع الحود يختلف مع الميزان أرقامه خمسة وثمانة ألوانه الأبيض والبرغندي وهو الأحمر الغامع أو العنابي وأيامه الأثنين والثبت كل عام وأنتم بألف خير تغييرات جديدة وإيجابية في عيد ميلادكم بكرة وفي هذه السنة الجديدة التي ستدخل فيها مولود غدا عنده نجاحات عالية ولكن بذات الوقت نظرته للحياة فيها بعض التعالي والكبرياء عالي بطلب منكم تحاولوا تكونوا شوي واقعيين وتستلموا نجاحاتكم بواقعية ونوع من العقلانية عزيزي وعزيزتي مولود غدا دولة بلحظ معكم بالأيام الجاية والسنة الجديدة رح تغير مجاري أحداث كثيرة في حياتكم إلى الإيجابية بالتوفيق إن شاء الله عزيزي وعزيزتي مولود برج الحمل غدا 26 شهر كاش موني قدم لألكم بكرة نجاح في العمل اتقان لبعض المهارات أو بعض الأشياء اللي حابين تستفيدوا منها ماليا أو مهنيا ممكن تكون موهبة فكرة حالة من الإبداع ممكنكم تستفيدوا منها بعض الأشخاص المحيطين فيكم عندهم بعض الغيرة بالنسبة لألكم وخصوصا في حالات الزواج وعائلة الزوج أو الحبيب تعدوا عن الإيل والقلب في الفترة القادمة وحاولوا تستمتعوا بالنجاحات القادمة خلاف مع شريق قديم أو حبيب قديم أو حبيب يعود من الماضي تحديد لبعض الأمور اللي كان مش معروف لماذا تصرف فيها تصرفات خاطئة بحقكم ونظر إلى الزواج عند البعض منكم خطوبة وحالة من الفرح بالتوفيق لمولود برج الحمل غدا عزيزي وعزيزتي مولود برج الثور ما تنسوا تعملوا اشتراك شيروا لايك وسبسكرايب وتعلقوا الجرس الثور بكرة من الأيام الجيدة اللي عنده محكمة ممكن يربحها اللي عنده أوراق عالقة ممكن يصل لنتيجة هناك تفاؤل فرح وحياة سعيدة لبكرة والأيام الجيدة بدأ حياة جديدة بدأ مرحلة زمنية جديدة احتفالات نجاح في العائلة تفاهم على الأمور المالية صراحة المود تبعكم عالي بكرة عندكم دفائل من أول النهار نهار سعيد وجيد ايدكم دهب اطلب طوعة بالتوفيق لمولود برج السبر عزيزي وعزيزتي مولود برج العزراء اذا حبيتوا تعملوا معي القراءة خاصة لاقولي على www.mjtero.com جوزاء يوم جيد بتكون تحاولوا تعدوا مع نفسكم شوي تشوفوا شو هي الأمور العالقة وتحاولوا تغييرها الحديث مع الحبيب أو الشريك بحاجة إلى كلام لحل الأمور حتى تقدروا تمشوا العلاقة أو تخططوا إلى المستقبل في آمن يكون عند نوع من الخوف الداخلي أو عدم استقام النفس مسيطر عليها بهذه الفترة هذا الشيء منه كتير جيد لأنه أموركم جيدة وواضحة وعندكم نجاحات كتير كبيرة السفر الآن ممكن يحكى فيه أو ممكن تخططه إلى سفر وهناك نجاح على سعيد الحب العاطفة المعرفة العلم والبحث خبر إيجابي وبشارة جيدة جوزاء بالتوفيء إن شاء الله عزيزي وعزيزتي مولود برج السرطان شو مخبلكم بكرة مرة تانية كل عامو أنتوا بخير لعيد ميلادون غدا سرطان لقاء في الحب والعاطفة واختيار لأكثر من الشريك بجوز تكونوا داخلين بعلاقة ثلاثية عم تحددوا أي شريك بدكم وجيز ما تكون لعلاقة ثلاثية تكونوا داخلين في علاقتين أو ثلاثة أو أربعة مختلفين بذات الوقت صراحة هذول العلاقات التنوية مش جيدين للكم ولكن هناك علاقة حب جديدة عم تتوضح شوي شوي والشريك سيكون ناجح في حياته ممكن يوصلكم إلى بر الأمان إذا لم يوضح هذا الشريك عن حبه فهو واقع في الحب وناطر منكم إشارة عزيزي وعزيزتي السرطان غدا يوم جيد وإيجابي على الصعيد العاطفي الاجتماعي العائلي والنفسي بالتوفي للسرطان مولود برج الأسد لقاء مع بعض الأشخاص من برج الثور الحوت والعقرة وتغييرات إيجابية من بعد فترة مريتوا فيها بنوع من الحزن والشعور بأنه أنتم وحيدين أو هناك نوع من الفراغ العاطفي تغييرات كثيرة بالمرحلة الجاية الأشخاص اللي فصلوا عن الشريك أو صار عندهم طلع بهالفترة عم بيواجهوا بعض الخلافات مع هذا الشريك العنيد اللي مش عم نقدر ويتفاهمه معه ولا بأي طريقة من الطرق إلا أن الأمور ستنجلي إلى الأفضل من ناحية المال والأعمال كاش موني قادم لألكم تغييرات إيجابية على الصعيد العمل إذا حابين تلاقوا شغل هذا الوقت مناسب إذا حابين ترجعوا إلى عمل جهزوا أوراقكم وأموركم في سبيل العودة إلى العمل نجاح في الدراسة لقاءة واعدة مع الأسرة تفاهم مع بعض الأشخاص هدوء مع العائلة والأصدقاء والجيران بالتوفيق لبرج الأسد عزيزي وعزيزتي العزراء عزراء يوم جيد ورائع صراحة وهادئ نفسيا لكم لأسرتكم لعائلتكم إيدكم ذهب من أول النهار طلباتكم ممكن تتنفذ بكرة أي شيء بتمسكوا ممكن تحولوه إلى فائدة إيجابية ومصلحة لإلكم خاصة لقاءاتكم مع الشريك أو الحبيب وخصوصاً الأبراج المائية بهذه الفترة فيها بعض الحزن بعض الزعل الشريك عم بيورجي أنه طفولي تصرفاته غير لائقة بعمره أو بالحالة الاجتماعية اللي هو فيها ولكن سيأتيكم لقاء من الماضي أو حبيب من الماضي رح يدخل على حياتكم ويقلب الكثير من الأمور والموازين كمان عندكم لقاء مع أشخاص من زمان ما شفتوهم بالنسبة للمتزوجين بهالفترة بتكون حاولوا تتولو بالكم شوي لأنه الشريك أيضاً معند وعم بيمر بظروف صعبة بشكل عام العذراء بهالفترة عنده هدوء ممكن يحسن أموره بشكل عام مثل ما هو بيقدر في حال إذا استخدم الهدوء والعقلانية بالتوفيق للعذراء عزيزي وعزيزتي مولود برج الميزان فليز عملوا اشتراك شير و لايك سبسكرايب على الأجرس ليجيكم إشعار البس المباشر ميزان يوم جيد للقضاء مع الأسرة العائلة أصدقائكم ممكن تتصلوا بناس لكم زي بما حكيتوا معهم تتواصلوا لتطلعوا من حالة الوحدة اللي أنتوا فيها أنتوا بحاجة للاجتماعيات للقاءات الاجتماعية للصداقات خبر جيد واتصال إيجابي رح يجي للبعض منكم يحمل بشارة معهم خبر جيد منتظرينه من زمان إما لفرح أو لخطوبة أو لزواج أو لعمل أو لدير عسيش وما كانت الأمور فترة إيجابية جداً من المرحلة القادمة وبكرة من الأيام النامعة في حياتكم اتفاق على الزواج عند البعض منكم والتحضير للزواج بشكل جداً واضح مش بتلميح وليس بفكرة إنما واضح جداً ممكن الشخص اللي حابب أنه يكون معكم في علاقة الزواج أو أنتوا تكونوا معه في علاقة الزواج عم تحكوا حالياً عم تمشوا بخطوات الزواج أو ممكن تتفاجأوا فجأة أنه هذا الشيء سوف يتم بالتوفيء للميزان بالحياة العائلية الجديدة عزيزي وعزيزتي الميزان علاقتكم مع الدلو بدأ انتباه بها الفترة كذلك علاقتكم مع العزراء والقوس غيرات إيجابية رح تغير جزء من حياتكم عملوا اشتراك شيروا لايك لقوني على www.mjtaro.com للقراءات الخاصة شكراً مولود برج العقرب عقرب بهالفترة اللقاءات مع النساء جيدة وهناك حص يأتيكم من النساء وخصوصاً النساء الأسد للقوس الحوت والحمد حب ولقاء عاطفي أيضاً مع طائفة البراج النارية أو الأشخاص اللي عندهم طبع ناري أو ساعد برجهم ناري لقاء عاطفي يتم بكرة أو بالأيام القادمة يحمل معه أخبار جيدة ونظرة إلى المستقبل وتخطيط للإيجابية إذا كنتم مفصلين ممكن الرجوع يتم إذا كنتم ما يأخذين قرار بعد حابين تنفصلوا يمكن الوقت لا يكون مناسب علاقتكم مع السرطان بهالفترة فيها بعض التشويش وممكن ما تكونوا على نفس الصفحة ويكون خلافات مع العائلة بعض الأشخاص التفليين والغير ناضجين دخلوا حياتكم وعم يتصرفوا بطريقة غير إيجابية بهالفترة قد يكونوا جزء من أفراد الأسرة أو أطفالكم أو أشخاص محيطين فيكم عليكم بالانتباع اتصال يأتي لبعض منكم قد يكون من برج الحود أو من طبيعة لها صفات برج الحود خبر جيد واتصال في بشارة لألكم بالتوفي للعقرب عقرب إذا بكرة حبيتوا تجيبوا أولاد فغدا من الأيام من ياسبيا لهذا الموضوع عزيزي وعزيزتي مولود برج القوس قوس يوم طبعه مالي في مال قادم للكم كاش ماني نجاح بالمال نجاح بالعمل خبر إيجابي بالنسبة للمال علما أنه أنتوا حاستين أنه عندكم اخسارة في الأمور المالية إلا أن الأمور سوف تتحسن لقاءتكم مع العائلة إذا كان في أعمال مع العائلة مع الأسرة مع الشركاء فكلها ستكون إيجابية بكرة إيدكم دهب واتلق تعطى أموركم بشكل عام واضحة وجيدة وقرارات إيجابية رح تاخدوها في الأيام القادمة لقاءكم مع الثور والعقرب جيد وإيجابي بتكون تنتبهوا إلى صحتكم تحاولوا تناموا ترتاحوا بشكل جيد قلة النوم عند البعض منكم عم بعاني منها خبر يأتي عن طريق بعض الأشخاص لهم صفات نارية ممكن حمل ممكن قوس ممكن أسد أسد وأموركم ستتغير إلى الأفضل في خلال هذا الأسبوع والشهر القادم بالتوفي للقوس عزيزي وعزيزتي مولود برج الجدي يوم جيد بكرة دولاب الحظ معكم خبر يأتي عن طريق أشخاص قريبين منكم بجملكم بشارة إيجابية ممكن تكون هدية مالية أو هدية نقدية أو ربح جائزة أو شيء يتعلق بإيجابية لقاء في الحب والعاطفة للبعض منكم وحديث بالزواج أما الأشخاص المسصلين فممكن يحاولوا الرجوع مع الشريك القديم بها الفترة أو عقد قران على نفس الشخص اللي تركه لقاءكم مع الأسد الحمل الحوت القوس والسرطان إيجابي جدا وفي منفعة لألكم أخبار جيدة قرارات تاخدوها بإمضاء بعض العقود والأوراق تؤدي إلى نجاح في العمل والمال بالتوفي للجدي عزيزي وعزيزتي مولود برج الدلو غدا يوم من الأيام اللي عاطفيا شوي أنتم متقلبين ممكن تكونوا متضايقين شوي بسبب تصرفات الحبيب الغير ناضجة أو تصرفات الحبيبة الغير ناضجة عم يتدلعوا عليكم شوي بحاجة لشد الانتباع لقاءكم مع الدلو جيد وواعد وقد يؤدي إلى زواج لقاءكم مع الحوت والجوزة جيد وواعد وقد يؤدي إلى زواج أموركم بشكل عام في الصحة جيدة ولكن أنتم بالانتباع بحاجة للانتباع أكتر لصحتكم تحليل تعملوا تحليل للدم تابعوا الضغط السكري ووجع الرأس بالنسبة اللي عم بحاولوا يجيبوا أولاد بهالفترة مراجعة الطبيب مهمة ممكن تؤدي إلى أنه يصير عندكم حمل بالتوفيق للدم عزيزي وعزيزتي مولود برج الحوت برج الحوت عم يعاني بهالفترة من أشخاص داخل بيته عم يسببونه بعض المشاكل والقلق الأشخاص إما من أفراد عقلته أو أسرته أو أشخاص عايشين معه بنفس البيت قلبوا الموازين وخسروا الكثير من الأموال أما في المرحلة القادمة فالحوت سينتعش ويرتفع ومن بعد الظهر بكرة الأمور ستكون في حالة إيجابية في الحب والعاطفة غدا من الأيام الجيدة للحب والعاطفة مصارحة الشريك الكلام مع الشريك ترسيم العلاقة والحديث في حب وزواج في أمين كون عم بتلاحق شخص أو شخصية أصغر منا عمرا بهالفترة وعم تلعبوا تشيس تشيس يعني واحد بركض والتاني بلحقه بس يوصل عنده التاني بركض واحد بلحقه ما هو السبب يا ترى؟ هل يلفتكم شخصية هذه الأشخاص اللي عم بتلاحقون؟ أو هل تلفتهم شخصيتكم؟ في كل الأحوال مننا كتير علاقة جدية كتبوا لي بالتعليقات شام ستير معكم بالنسبة لهذا الموضوع عزيزي وعزيزتي الحوت بدي منكم تولوا بالكم بكرة تحاولوا تهدوا أمور البيت كاشموني جهي قادمة لألكم وهناك حديث جدي لح تحكوا مع بعض الأشخاص اللي عم يسببون لكم بعض المشاكل في هذه الفترة أو القلق لألكم أو لأسرتكم بالتوفي للحوت حوتوا وباقي الأبراز شكراً لكم عملوا اشتراك شيروا لايك سبسكرايب وعلى أجرس ليجيكم اشعار البس المباشر للقراءة الخاصة لأولي على www.mjtero.com صباح لألكم الخير